معنا من واشنطن الكاتب والباحثة السياسي سيد إيهاب عباس أهلا بك سيد إيهاب معنا على سكاي نيوز عربية إذن سيد إيهاب هذا كشف أمريكي جديد من ناحية محاولات تهريب الأسلحة من الجانب الإيراني إلى الحوثيين وهذه علاقة مستمرة منذ السنوات هي قائمة أصلا يعني الحركة الحوثية هي قائمة على الدعم الإيراني المباشر هنا لابد أن أسألك دائما ما كانت يتم مثل هذه الكشوفات الكبيرة لكن الجانب الأمريكي لا يأخذ قرارا أو تصعيدا في هذا الإطار هل نتوقع الآن شيئا ما أهلا بحضرتك وأهلا بالمتابعين صبح الخير على الجميع في الواقع الولايات المتحدة الأمريكية يعني دايما لديها عمليات رصد لمثل هذه التهريبات التي تتم تقريبا كل شهر وربما هي لا تكشف عن كل ما تقوم به من عمليات كل فترة يعني تقوم مثلا بعمليات خمس ستة عمليات ثم تكشف أنها قامت برصد أو تعقب أو الحصول أو الاستلاء على هذه الأسلحة المهربة لا تقوم بالكشف عن كافة شيء لأن في ذلك أيضا يعني مخاطر متعلقة باحتمالية أن تقوم هذه سفن بالتهريب عن طرق أخرى فهي لا تريد أن توضح بماذا تقوم به الولايات المتحدة ولكن هذه الرسالة في نهاية المطاف إلى النظام الإيراني بأن الولايات المتحدة اليوم أصبحت أكثر تشددا في عهد بايدن تحديدا نعلم أن كان هناك تشدد كبير في عهد ترامب ولكن بايدن اليوم أصبحت لديه فيما يبدو رغبة في عدم الاستمرار في الدبلوماسية لأقصى مدى ولذلك شاهدنا التصريحات التي خرجت قبل ساعات في الولايات المتحدة الأمريكية بأن السبل الدبلوماسية ستنفذ أمام إيران بانتهاء المفاوضات الجارية وأن هناك دراسة لحلول أخرى للولايات المتحدة لما يتعلق ببرنامجها النووي فهذا يأتي أيضا في هذه الفكرة فكرة أن إيران يجب أن يتم تطويقها ويجب أن يتم قطع ذرعها العسكرية ومحاولاتها أن توصل إليهم مثل هذه المساعدات العسكرية بشكل أو بآخر طيب لكن سيد إيهاب لم تجبني الجانب الأمريكي دائما يعلن عن هذه الكشوفات هو لا يفعل شيئا حقيقة يعني تستمر هذه الشحنات لا يتم عرض هذه المسائل في مجلس الأمن ولا اتخاذ أي عقوبات بينما إذا تم الاعتداء مثلا في دول مختلفة من الإقليم يتم اتخاذ إجراءات أمريكية لماذا هنا؟ وهذا ما قلت لحضرتك أن إدارة بايدن لديها رغبة أن تكون هناك ديبلوماسية لأقصى مدى مع إيران لأن هذا الأمر في نهاية المطاف مرتبط بشكل أو بآخر بالملف النووي يعني أعود مرة أخرى لترامب لو كان ترامب الآن هو الموجود لكنا سمعنا ليس فقط عن قطع هذه الأسلحة أو هذه الطريق ولكن ربما عن ضربات استباقية أو ضربات لاحقة لمثل هذه العمليات أو عقوبات تفرد لكن بايدن يبدو أنه يريد أن يصل إلى أقصى مدى سياسي مع إيران حتى في هذه المسائل التي تضر جيران إيران ولذلك مع تنامي هذه المخاوف من هذه الأسلحة المهربة الولايات المتحدة الأمريكية تعي جيدا اليوم أن الأمور في اليمن لن تحل الأمور والضربات التي تحدث من الحوثيين إلى جنوب المملكة العربية السعودية وحتى تطال العاصمة الرياض بالصواريخ التي يطلقونها والمسايرات إلى آخره لن يتم حلها إلا عن طريق ردع إيران وردع إيران اقترب الآن كي يكون ردعا عسكريا أكثر منه اقتصاديا أو سياسيا وهذا يعني ليس بسبب مثلا أن هذه الدول طلبت ذلك أو الولايات المتحدة لا السبب هو أن إيران نفسها في الواقع هي التي تصل بنفسها إلى هذه المرحلة الحرجة في علاقاتها مع دول الجوار وعلاقاتها مع دول العالم وتؤكد يوما بعد يوم أنها مارقة على كل الأنظمة وعلى دول الجيران وبالتالي ستؤدي إلى تعرضها خلال الفترة القادمة إلى أزمات سياسية وديبلوماسية ستصل بها الأمور إلى أزمة عسكرية كبرى إذا لم تنتبه أنه كفى وحان الوقت للتعاون مع دول العالم وعلى رأسهم الجيران ليس على رأسهم الولايات المتحدة لكن الولايات المتحدة سيد إيهاب انسحبت من كثير من بقاع الأرض وهي حتى في الشرق الأوسط قللت من أعداد الجنود والعتاد ومشابه وأرسلت رسالة بأنها تنسحب هل تريد إرسال رسالة أخرى بأنها موجودة في المنطقة؟ هكذا ممكن أن يفهم من هذا البيان طبعا طبعا وهذا ما قلت لحضرتك بارده في الأول أنه هذه رسالة للنظام الإيراني بأنها لن تفوت فرصة الولايات المتحدة حتى تثبت لإيران بأنها يعني زي ما بنقول بالمصر كده من صح صحة في منطقة بحر العرب ومنطقة الخليج العربي وهذه المنطقة التي من الممكن أن تثير الأزمات فيها إيران بكل سهولة ومعتقدة أنها متفارقة مثلا على الأسطول الخامس الأمريكي أو أنها لديها قدرات عسكرية تجابه الولايات المتحدة الأمريكية للأسف هذه الرسالة الخطأ التي كان قد أرسلها جو بايدن منذ توليه الحكم وحتى الآن هناك تصاعد في اللهجة الأمريكية في إدارة بايدن من اتباع السياسة الناعمة تماما منذ مجيئه مع إيران وحتى الآن الأمور متصاعدة وأصبحنا نشاهد تصرفات أمريكية بدأت طرقة نوعا ما إلى نفس القوة التي من الممكن كانت عليها إدارة دونالد تراب سابقا لكن للأسف كل هذا وقت كان خسره العالم وخسرته الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 10 أشهر أو 11 شهر منحت فيه إيران المزيد من الوقت للتخصيب وزيادة الكميات المخصبة وكما تعلم حضرتك كيف تصير طيب شكرا من واشنطن الكاتب والباحث السياسي السيد إيهاب عباس شكرا لك